بلال هل حتى اللحظة هناك إحصائية جديدة ظهرت اليوم لأنه منذ لحظات حاولنا أن نتابع الأرقام لكنها لم تصدر بعد هل وصلت إليك أي معلومات بخصوص الأرقام الجديدة؟ نعم ياسر بالفعل لم يصدر حتى اللحظة التحيين اليوم لوزارة الصحة التونسية يفترض أن يتم إصدار هذا البلاغ في حدود الساعة السابعة أو الثامنة بتوقيت القاهرة ولكن بعض المندوبيات الجهوية أو المكاتب الجهوية لزارة الصحة تتحدث عن بعض الأحصائيات نحن دائما نترقب البلاغ الرسمي ولكن ما هو مؤكد أن وفتين جديدتين تم تسجيلهم اليوم حالة في محافظة صفاقص والأخرى في محافظة أريانا المتاخمة للعاصمة التونسية ليبلغ عدد الوفيات 27 حالة بعد أن كان 25 في 24 ساعة الماضية نحن نترقب بلاغ وزارة الصحة لعدد الحالات المسجلة الجديدة وأيضا لعدد الشفائيات خاصة أن عدد الشفائيات مهم جدا حتى يعرف الرأي العام التونسي مدى يعني سيطرة على انتشار هذا الفيروس بلال لحظت من خلال متابعة لهجة ولغة المسؤولين في تونس خلال الأيام الماضية على سبيل المثال وزير الصحة يحذر من مسألة الاستهتار بمسألة الحجر الصحي ومن قبله أيضا الرئيس التونسي إلى أي درجة فعلا تعكس هذه التصريحات تخوف من القيادة السياسية ومن المسؤولين من هذا الاستهتار إنجاز التعبير صحيح يا ياسر يعني تقريبا وزير الصحة ذرف الدمع ولم يتحدث فقط يعني هو بكاء على الهواء في ندوة صحفية من جراء عدم امتثال بعض المواطنين خاصة وأن تونس يعني مسيطرة بعض الشيء على الوضع والأرقام يراها البعض مطمئنة ولكن المشاهد التي تم تسجيلها في بعض المنشآت الحكومية وخاصة الأمام البريد هي التي دفعت السلطات التونسية إلى الترفيع من الإجراءات ومن ربما التجديد في اللهجة اللهجة ربما الفرض للإنذباط إنجازة العبارة خاصة في المناطق الشعبية ومدن الداخل التونسية ولكن في مهمار آخر حتى تكون الصورة كاملة زميلي ياسر يعني هناك في الحقيقة تشكي من قبل المواطنين خاصة في الحياة الشعبية هناك تشكيات من مواطنين ربما في نقص في بعض المواد الغذائية المواد الأساسية مثل الدقيق مثل الزيت يعني المواد الأساسية المطلوبة هناك تشكي وأيضا هناك تشكي ومطالبة للدولة التونسية على ضرورة الضرب بيد من حديد على يد المحتكرين هناك احتكار في الحقيقة وهناك عزوف خاصة فيما يتعلق برجال الأعمال إذا ما حوصلنا ربما وستطعنا نبض الشارع في أطلس الفقر هم يقولون بأن الدولة والشعب والنقابات ومختلف أجهزة الدولة في واد ولكن رجال الأعمال وبعض الحزاب السياسية في واد آخر وبالتالي هناك امتثال وهناك انضباط ولكن هناك مطالبات بضرورة توفير المواد الأساسية زميلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر